القضية التانية الشباب السؤال الشباب شباب المصري والأغلبية في التركيبة السكانية في مصر الشباب المصري في جزء منه كبير منزلش الانتخابات معلش أنا مبارح كان معي الدكتور جمال زهران وبالأرقام يعني جاب لي من 18 سنة ل30 سنة ومن 30 سنة ل40 سنة دي الفئة العمرية الرقم أنا طبعا مش يعني الحقيقة مش حافظة الأرقام لكن بالحسابات أثبت يعني أثبت لي أو أن نسبة مشاركة الشباب المصري حتى الآن بناء على المثبت احنا بنتكلم فيه من 48 ل52% مش حقيقي قطعا أنا بقول الكلمة دا مش حقيقي احترام الشديد للدكتور جمال زهران هذا غير حقيقي نستنت لإيه بقى في النظام لإيه بقى لإنه إذا كانت نسبة مشاركة الشباب المصري وهو أغلبية في جداول الانتخابات كانت 48 ل52% بقى احنا المفروضة كنا عندها نسبة تقبل 60% وهذا غير حقيقي مش بقى خالص ولن يحدث على الإطلاق طب ليه إيه السبب؟ لأن الأرقام بتقول كده أنا عندي لغاية نبارح أكثر أكثر التقديرات العددية تفاؤلا بيتقول من 21 إلى 22 مليون طب 21 إلى 22 مليون يبقى احنا بنتكلم فيه آآ 48 آآ لا لا خالص خالص حاجة آآ سبعة وثلاثين في المية هنكلم سبعة وثلاثين في المية وأعتقد أن الرقم ده متفائل متفائل أما لحنا مدينة وثلاثين